بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجزء أو اللقاء الثاني عشر من سلسلة قراءة من كتاب دراسات عن عباضية للدكتور عمرو خليفة النامي النفوسي رحمه الله الفصل الثالث أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الإمام الثاني للجماعة الإباضية في البصرة هو أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مولى بني تميم ذكر الجاحظ أنه كان مولى عروة بن أدية شقيق أبي بلال مرداس عاش في البصرة ودرس على جابر بن زيد وصحار العبدي وجعفر بن السمات ويقول بعض العلماء إن أبا عبيدة التقى بالصحابة الذين التقى بهم شيخه جابر وروا الحديث عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة ويحتمل أنه التقى ببعض هؤلاء الصحابة أو جميعهم لكنه لم يصحبهم طويلا كما فعل جابر بن زيد أما شيخه فهم جعفر بن السمات وصحار العبدي وجابر بن زيد إلا أنه أخذ القسم الأكبر من علمه على أيدي جعفر بن السمات وصحار ثم كرس حياته للتعلم والتعليم ويقال إنه أنفق أربعين سنة من حياته يتعلم ثم أنفق أربعين سنة أخرى في التعليم ولا شك أن تطور الحركة الإباضية ونمو تنظيمها وانتشار حركتها السريعة في اليمن وعمان وخراسان الشمالي إفريقيا يعود إلى أبي عبيدة وقدراته الطبيعية كعالم وكرجل سياسة معه وقد لعب الدور الأكبر باعتباره القائد الأكثر نجاحا للحركة الإباضية في أثناء الفترة الأخيرة من العهد الأموي وبداية العهد العباسي وقد ذكر الشماخي أن أبا عبيدة توفي في خلافة بجعفر المنصور وسبق أن ذكرنا أنه عاش ثمانين سنة قضاها في التعلم والتعليم ولذلك يمكن القول إن أبا عبيدة عاش في الفترة التي تبدأ بنهاية النصف الأول من القرن الأول حتى نهاية النصف الأول من القرن الثاني ثم يشار أيضا إلى أنه أصبح زعيم الحركة الإباضية بعد أن أطلق سراحه من السجن سنة خمسة وتسعون بعد سنتين من وفاة جابر بن زين ولإدراك الطابع المميز لأبي عبيدة والناحية الخاصة التي ميزت شخصيته لا بد لنا من الإشارة إلى تأثير شيوخه فهناك أولا عروة بن أديا وهو رجل قوي وتقي ذو خبرة واسعة بالنزاع السياسي والديني الذي وقع في أثناء الحروب الأهلية بين علي ومعاوية وكان أول من رفض التحكيم وحارب علي في معركة النهروان ثم قتله عبيد الله بن زياد في وقت لاحق ووصفه خادم عروة إلى عبيد الله كما يلي ما أتيته بطعام بنهار قط ولا فرشت له فراشا بليل قط وقد قصد بذلك أنه كان يصوم باستمرار في أثناء النهار وينفق الليالي في الصلوات ولا بد أن أبا عبيدته وهو مولى عروة قد تأثر به لحد بعيد وكان شيخه الآخر صحار العبدي خطيبا مفوها ونسابة عظيمة وهو مؤلف كتاب في الأمثال وكان فقيها كذلك وكان شيخه جابر بن زيد ضليعا في الشرع ومحدثا بارزا ولما كان أبو عبيدة قد درس على هؤلاء العظام فإنهم تلك صفاتهم جميعا كان زهدا وعابدا تقيا وخطيبا مفوها ومدرسا ممتازا وعالما كبيرا وسع ميادين الفقه والكلام والحديث وأخيرا فإنه كان ذا قدرة تنظيمية ممتازة وفي ميدان العقيدة الإباضي نهج أبو عبيدة نهج جابر بن زيد النفس إلا أن إسهامه بالآراء الفقهية كان أكبر لكي يواجه المشاكل المستجدة في هذا الميدان ولعل ذلك عائد إلى تأثير مدرسة إلى تأثير مدرسه صحار العبدية أيضا وسار أبو عبيدة في فتاوية على نفس نهج سلفه جابر بن زيد وهو الذي كان فخورا به جدا وقد قال كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو في الضلال فهو في الضلال ولولا أن الله أنعم علينا بجابر بن زيد لضللنا وكان مثل شيخه يحترم الصحابة وآراءهم بنفس الدرجة من أمثال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وهم الراسخون في العلم والقائل عنهم وعلى آثارهم اقتفينا وبقولهم اقتدينا وعلى سيرتهم اعتمدنا وعلى مناهجهم سلكنا والطريقة التي نهجها أبو عبيدة هي أن يتمسك بقوة بتعاليم الصحابة والتابعين لا أن يتبع أي مسار قد يبعده عنهم وعنده أن اتباع السنة دليل على تقوي المسلم وقد نقل ابن عباس أنه قال من روا حديثا يدعو إلى الصلاح ثم بذل جهده في اتباعه كما رواه فإن له أجرين أجر الحفظ وأجر العمل وإذا لم يكن الحديث كما رواه فهو ينال نفسه لأن الله لا يضيع أجر من عمل صالحا ولي من عمل صالحا ولن يضيع الله أجر العمل الصالح والعبادة إلا إذا كان العمل بدعة وبعد عرض هذا الرأي لابن عباس علق أبو عبيدة قائلا اعلموا أن المسلم إذا كان الله قد وهبه نفسا صالحة موجهة إلى عبادة الله حين يسمع ما يقربه من الله يبذل وسعه في اتباعه فهو سيؤجر كما ذكر من قبل أو كما ذكر من قبل أما إذا كان هذا الشخص با نفس شريرة فهو يمل عبادة الله ويكره العبادة وأهمه كله عند ذاك في الجدل والشك وإذا ما سمع حديثا يدعوه إلى العمل عارضه بالقياس وقال هذا الحديث ليس صحيحا لأن رأيه الذي يلائم رغبته لا صلة له بطاعة الله وعلى أي حال فقد كان أبو عبيدة محدثا وكان إلى حد كبير متأثرا بالحديث بصفته ضليعا في الشرع وفقها وكان يعارض اللجوء إلى الرأي ولما قيل له إن أهل عمان يلجأون إلى الرأي لإصدار الفتاوي قال ما نجوا من الفروج والدماء ثم إنه قال لأنصاره أن لا يقبل أي رأي إلا إذا كان رواية أو آثارا من شيوخ المذهب الإباضي ويروى أن أم شهاب وهي امرأة إباضية زارها عبد الله بن عبد العزيز وصالح بن كثير وكانا طالبين لدى أبي عبيدة فسألتهما فتوا في قضية في قضية فأجابها صالح فقالت له عن من أخذتها فقال هو رأيي فقالت له اضرب برأيك عرض الحائط لا حاجة لي فيه وزاد في زمنه الاهتمام بنظام الولاية والبراءة من الناحيتين النظرية والعملية عما كان عليه في وقت جابر بن زيد والحالتان التاليتان تبينان الفارق في الموقف بين الإمامين وبإذن الله تعالى نكمل هذه الحالتين في اللقاء الثالث عشر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح لنا صدورنا وفقنا الله وإياكم